اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والدم المستخلص من الحبل السري على خلية جزعية قيمة يمكن استخدامها اليوم بالفعل بعلاج الأمراض العسيرة وعلى وعلى ذلك فإنها تعتبر مادة خام بالغة الإيمة للطب بالمستقبل يتمتع دم الحبل السري بالعديد من المزايا إذما قورن بالخلية الجزعية اللي كانت تتم زراعتها حتى الآن بشكل متكرر والمستخرج من النخاع أو من الدم المحيط فيه وأنه فرصة توفير الخلية الجزعية القيمة بالحصول عليها من دم الحبل السري لا طفلك أو أخوته لا تتسنى إلا مرة واحدة فقط بالعمر وهي عند الولادة لابد من سحب الدم من الحبل السري بعد الولادة مباشرة وإذا ما حدث هيدا الشي فإنه رح تنكب وما بعد نقدر نحصل عليها وما بعد عندها هل الخلية الجزعية قيمة هون رح تنكب بسندوق المهملات وهون ما منعود أبدا وإلى الأبد نستخدم هالخلية الجزعية مرة أخرى هيدا هو خبرنا بما الجديد ميسر نستضيف بحلقة اليوم معي بستوديو دكتور ألبير عزار أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك حضرتك اقتصاصي علوم أخبارية أهلا وسهلا فيك ضائف ببرنامجنا أهلا فيك وأنا بشكركم على استضافتي بشترك كل أسرة الأنبي وأول شي بدي هنيكي على الانترودكسون لأنه حقيقة بين أنه مدروسة فيها كلمات كتير دقيقة هلأ هناخد كل وقتنا بتوسيع ونحكي عن الخلية الجزعية اللي هي طب المستقبل صارت قسم من الحاضر بس على أكيد هي طب المستقبل رغم أنه دكتور اليوم نسمع بعض الجهات هلأ رحفوض كمان بتفاصيل أنه كمان هالخلية الجزعية رغم أنه هي أمل لمستقبل لبعض الأمراض كمان يطرح علامة استفهيمة كتير كبيرة للإشاء اللي عم تصير ضمن هالخلية الجزعية رحفوض بتفاصيلها خلال حلقتنا ولكن اليوم لطالما حضرتك عم تقول هي طب المستقبلة يعني حيكون فيه أمل كتير عن بعض الناس اللي عندهم أمراض منها المزمنة أو أمراض السرطانية حيكون عندهم علاج أو حتى اليوم الولد على المدى البعيد حيلاقي أنه عندي أنا كمان خلاص هني من الخلية الجزعية بداية بداية قديش اليوم صرنا بنحكي أكتر وأكتر وصرنا بنعرف عن هالخلية الجزعية صرنا بنعرف كتير إشياء بالأول كنا يمكن ما عارفين أنه نحنا بجسمنا في كنز وفي كنز كتير أبوات عم بينكب ما عم نعرف قيمته لأنه الخلية الجزعية مثل ما حضرتك قلتي بالمؤدمة هي خلية أم عندها الإدراع على التكاثر وعلى التخصص التخصص بشكل أنه نقدر ناخدها لأتجاه معين بالمختبر لتبدل شي بالجسم بات لا يعمل يعني نحنا بنعرف أنه الخلية هي أساس التكوين أساس كل الأعضاء اللي بتشتغل بالجسم يعني اليوم إذا عنا عضو من الأعضاء في خلل معين صرنا بنقدر بيهر الخلية المعيني نرجع عم دعمله رجينيريشن يعني نعيد أحياءه من جديد لها العضو لذلك سموها خلية المنشأ خلية الجزعية خلية الأم يعني كلمة أم نحنا بنعرف الأم هي اللي بتعطي الحياة لذلك وقت اللي بسميه خلية الأم يعني هي الخلية اللي قادرة تعطي الحياة لكذا فرع من الجسم وهون قوتها للخلية والقوة الأكبر أنه الخلية الشخص نفسه عم تستعمل لأله نفسه يعني ما في شي عم يفوت على الجسم من برة وفي شغلة كتير مهمة أنه هالخلية مثل منا يعني لا نتعامل مع الجينات الموجودة بقلبها ما في أي دخول على الخلية لما فيه أخلاقية العمل إن كان طبياً إن كان أخلاقياً إن كان دينياً ليش عم بقول هي علم المستقبل لأنه اليوم بنعرف سنة ثلاثة سنين النوبل برايس بالميدسين عم بتنعطى لناس عم يشتولوا على الخلية الجزعية عم بتعطي نتائج كتير منيحة بأمراض الأعصاب وبكذا مرض هلأ بنحكي فيه بالتفصيل طيب دكتور عزار لما بنحكي عن خلية الجزعية ستامسالز أول ما بيخطر طالما هي موجودة بالنخاء العظمي موجودة عند الشخص نفسه ليش أنا بتاخدها من الكوردون أو باليكال يعني ليه أنا طالما عندي إياها يعني هي رح تخلق معي وأنا موجودة بجسمي ليه أنا بتاخدها من الكوردون ما هالصابي بس يكبر أو البنت بس تكبر ما هني عندهم إياها سؤال كتير حلو لأنه أول شيء الكوردون هو أغنى مصدر بالخلية الجزعية وبذات الوقت أقوى خلية الجزعية عندها استعداد على التكاثر لأنه هي الخلية اللي خلقتها البيبي يعني إديش عندها قوة هالخلية وهيك ويك هاي دراحها للكب وفترضوا اليوم ما أخذنا هالخلية وهلأ بنحكي فيها عن تخزين الخلية كيف هنأخذها وكيف هنأخذها وكيف هنأخذها اللي أورادي صار موجود بلبنان اللي ما كان موجود بلبنان كان ينبعت ما حدا نعرف لوان يروح ألمانيا سعودية بريطانيا بدون أي بروف بدون أي برهان بين إيدينا أنه مظبوط هالخلية كيف عم توصل بأي بأي إمكانية لأنه هلأ بندرس هلأ بنحكي كيف هالخلية من وقت استخراجها لوقت تخزينها شو بنعمل أنا اللي بقول هالحبل السري اللي عم بينكب هو خزان كتير كبير للخلية الجزعية عم بتم احتفاظه خلينا نفترض وإن شاء الله ما بتسير هالولاد صار معه لوكيميا إذا صار معه لوكيميا مني قادر استخرجله من خلية لأعطيه بواقت بقدر استعمله الخلية ونحنا بنعرف اليوم بنحضر كتير تلفزيونات بنعمل إميسيونات خاصة لأولاد لنقعد اللمه صاري مشان بس لنلاقي شخص يقدر يعطي وكلفتها بليمي بوقت أنه أنا قادر أني بكلفة كتير زهيدة وهلأ بنحكي إذا بدك عن الكلفة أنه خلي هدية لأبني وأنا بقدر إليك ونحنا من الوقت عم نشتغل هالشي هلأ على كل عيد أم كل أم عم بتخلي الخلية عم نبعط لها كارت باسم ابنة شكر على عيدة أنه أنت خليتي لي كدو للمستقبل تأزعزته قبل ما فوت أحكي كيف بنحافظه كيف بنشاله هل بنفس الوقت بالولادة هل لازم تكون عندها معلومات المرأة من قبل من حكى معها بالموضوع كلهولي ولكن خليني أسأل اليوم الخلية الجزعية أول ما طلعت أول ما سمعنا يعني إذا بدأ أحكي من 10 سنين من برنامجة كنا عم نحكي أنه حتكون أمل للبانكرياس للمرضى السكري جعنا نسمع عن سرطان الدم اليوم عم نحكي عن أمراض كتير حتى بالجهيز العصبي اليوم شو ممكن يشفوا هالخلية الجزعية متخدين من الكوردون أوبليكال هلأ بدنا نعمل بدنا نفرق شوي ماليشي خلينا نوضح أنه نقسم الأمور الخلية طبع الكوردون لا تستعمل إلا للأصحابهم لهن خزينه أصحابهم يعني الولد والأخوة والأخوات ولكن لي هدفي أقوله إنه إذا إجيت هالمرأة الحبلة بعد ما نعمل كونتاكت هلا بنقول كيف نعم خزنت هالخلايا لازم تعرف أنه مثل اللي فتح حساب بالبانك لا أحد يملك الحق بإستعمال هالخلايا إلا أصحاب الخلايا أكي لمن ما كان من عائلتهم هن يحرين يختاروا صح بس المركز ما إلو حق نهائيا التعامل بالخلايا بوقت العلاجات الباقية عم تتأخذ من الشخص نفسه صحيح يعني عم نستعمل خلايا جزعية أدولت مش أمبريونار مش نهيك بدنا نفرق بين اثنين هذا لكن سألتم شو فرق بين نحن ناخد من الشخص نفسه وبين من الكودون وبيهمني كتير مصدقية الكلام الخلايا الجزعية لا تشفي خلينا نكون واضحين نحن هون لنبيع أمل مش لنبيع وهم للناس الخلايا الجزعية لا تشفي بس الخلايا الجزعية تحسن حياة أمراض معينة وصل الطب الكلاسيكي للعجز وصل لمحل أنه أنا ما بقى أقدر أعمل شي الخلايا الجزعية تتدخل لتحسين وضع المريض من 40 إلى 50% في قاتيني مثال دكتور مثلا بشو ممكن تحسن باطيكي مثل بالأمراض الأعصاب نعم مثلا سكليروز أمبلاك أو المس هاودي بدي إليك شاغلي أنه اليوم مريض نحن بنعرف يريد بيوصل المرض لمحال وما بعود المريض يتحسن لابل بالعكس نحن كل ما بدنا نوصل عم ننتحس أكتر وأكتر أكتر خلايا الجزعية عم تعني نتيجة لابل ما بس أنه ما بتوقف بتوقف تطور المرض لابل عم نقدر نرجع لورا بتحسن يعني أنا وقتلي بحكي تحسن 20-30% يمكن في عالم بلاقوة أنه شغلة شغلة قليلة ها شغلة كتير قليلة لإنسان بكامل صحته بس منها قليلة أبدا لإنسان وقتلي منه ما قادر كي يقوم لواحده من طخته يصير يقدر يقوم لواحده يعني بيحس فيه فرق كتير مشان هاك كلمة الأمل بالخلايا الجزعية هي مفتاح كل شي يعني نحن منحسن الحياة ومنطولة يعني عم بحكي عن السكليروز بقدر أحكيكي عن أمراض السكري في كتير تقدم بالبحوثات وهيدي حتكون ريفولوسيون كتير قوية يعني هالمريض لليوم عم بيستعمل إنسولين مرة ومرتين وثلاثة واربعة بالنهار أوقات إذا الدوز منها مظبوطة عم فيه ريسك أنه يوطى السكري يا يعلى السكري بنعرف شو معناتها شو معناتها إنسان تقولي له أنه ما بقى بدك تاخد إنسولين في علاج لأمراض الباركنسون عم بيصير فيها علاجات للعقم عند الرجال وعند النساء يعني فيها فيها فعلا نهضة وثورة كبيرة ثورة كبيرة وما إلى حدود يعني هلأ عم نحكي يمكن نحن وقاعدين يكون فيه اكتشاف جديد لأنه في كتير أبحاث عالمية عم بتسير ونحنا مشتركين بكذا واحدة منا بيناتهم شي كتير وعد لأمراض السرطان ولأمراض الكورنية بدأ زرع الكورنية يستعمل محل الخلايا الجزعية يعني عن جد دومان واسع جدا طيب دكتور خليني بلش اليوم بيصير الكونتاكت مع المرأة الحامل أول ما بتبلش تعرف حالة إنه أنسان ببلش تخبر عنا عن هيدا الموضوع الطبيب الجينيكو بتخيل هو الأقرب لألة حتى يقدر يشرح له مضبوط عن أهمية هيدا الموضوع ويستفادوا منه لأولادة على المدى البعيد هوني نهار الولادة بيصير حفظ هالكوردون أوبيليكال يعني بيشيلوا منه هالخلايا الجزعية ونحنا بنعرف إنه في كذا نوع يعني بس يسحبوا بيتتقصم يعني وهوني بينشرح للمريض وقداش الكمية يطلع وكل هالتفاصيل يريد بتخبرنا أكتر عن هيدا الموضوع خلينا نبلش إنه اليوم مرحب لي يعني هلأ نحنا عم نحكي عن فرع البانكينج صحيح تخزين بعدين منه نبقى نحكي عن كل شي العلاجات والطب التجدد نعم بتكون هالمرأة بلش الجينيكولوج طبعا يحطها بالصورة في منهم صدقين هنه بيكونوا هنه بيحكوا بيسألوا الحكيم أنا صارت معروفة لص بيجي بإلا أنه في شركة إكس هي مستعدة تعمل لك إذا بتبدأ استعداد ما في مشكل تاخد البروشور وبتتصل تطلع شخص متعلم لعنده على البات بيفسر له شو هي الأفانتاجات الخليج الجزعية من أول للآخر بتفكر منهار اللي بتقرر أنه أوكي أنا بدي بيصير مثل متبادل بينمضى بين المريضة وبين المركز لي بيموجبوا وبينعطاها للمريضة مثل العلبي بوكس صغير في كل شي الليزم لنهار الولادة هون ما بيعد عنده أي دار المريضة نحنا منكون متعطين مع الحكيم والحكيم بيعرف كيف يفيدوا يعمل البروشور كل شي عليا تعمل هي رايحة على المستشفى أنه الدق للممثلة تبعنا بتقلها أنا رايحة أولد نعم بينتهي الموضوع بتصير الولادة بلاحظة الولادة أول شي في نقطة كتير مهمة لازم يعرفوها الأهل أنه البيبي بينشال صارت الولادة بيكون البيبي أورادي صار على جنب نعم طبعا بيسايد تاني طبعا ما إلا علاقة بالبيبي أبدا يعني ما عنده ولا ندفة ريسك لا على الأم أولا سؤال دخلك ما البيبي يصير له شي ولا ندفة ريسك صح بعد ما البيبي نشال والولادة خلصت بيتم الاستخراج الدم بطريقة معينة مثل ما بينسحب كيس الدم وقت اللي بدنا نتبرع بدم وأوقات حتى شقفة من الكوردون لأنه نحنا فينا نخزن الخلايا وفينا نخزن التسو فولا هداك تعب سأل فولا التسو طبعا الواحد لأنه كمان هيدا مصدر كتير قوي هون شو بيصير مادما خلصت بيكون الشخص اللي من قبلنا مثل منه بيأخذوا بيوصلوا على المركز باللحظة زيتا بيبلش استخراج الخلايا بس يوصل على دغري على المركز لأنه لازم نعرف لكن في وقت أهام الخلايا إذا بين الولادة وتسع ساعات إذا استخرجت من ربحها تسعين بالمئة بعد تسع ساعات نص عدد الخلايا بيموت إذا ما استخرجت كيف كنا سفر بعتهم لبرا هل كنا نقدر يعني رح يتفضل كمية كبيرة من الخلايا الجزعية هل حقيقة هالخلايا الجزعية بقيت لقلنا هيدا اللي بدي أقوله وهي اللي بلشت فيه إنه كنا عم روح على المجهول ما حلنا نعرف شو عم بيصير لأنه في كتير أوقات تسير الولادات بالليل لتاني يوم يجي تبع الشركة وعلى أكيد بيأخذها مناطرته طيارة خاصة على يرجع يبعتها غير قصة طريقة النقل كيف كانت عم بتسير ما كان عنا أي ضمانة نحنا اليوم بس نستخرج هالخلايا وبناخد فحوصات للأم وفحوصات على الخلايا متطابقين يعني لا المتطابقين أكيد متطابقين لا المتطابقين لا منشوف إذا ما في أي خلل أي مرض معين بيمنع أنه هالخلايا تنحفظ نعمل كل هالفحوصات ومنستخرج الخلايا ومنعمل كل الزرع الليزم على كل المراحل اللي عم نشتغل فيها لنشوف أنه نحنا عم نشتغل بطرق كتير مضبوطة وضمن الباكتج اللي بتكونوا كله هيدا ضمن الباكتج ما بقى إلون عليها بيتبلغوا الأهل بشو طلع عدد الخلايا أه بتقولوا لهم قدات العل حكما ما بس هاك إذا كل شي أوكي أوكي إذا في أي خلل بيتبلغوا الأهل في خلل وهون بيصير القرار لألون إذا بيحبوا يخلوها الخلايا بعد شهر من الولادة بيجي للأم وللبي سرتيفكات ممضي من المركز أنه نحن أنت حافظة عنا على مدة 25 سنة عدد خلايا رأم كذا هل أدي عددهم موجودين بهالموقع يعني كأنك أنت إغذي كفر ببانك بتعرفي إذا جهيت على المركز أنه أنا خلاياي موجودين هنا وهيدا بيكون بلاشنا كونتراينا نحن معنا على 25 سنة بتتضمن تتضمن أسيرانس أسيرانس على شو ولا يعني في ترتي بلسا ما حالا عوزوا هالخلايا الأهل وليقوا الخلايا نوعية غير جيدة الأسيرانس بتكفل تدفع لهم 15 ألف دولار هلأ بدك قليلي شو كلفت كل ها المشروع هيدا المشروع كله كلفته 3300 دولار مرة على 25 سنة أنا بيجيب اللون 3300 يعني بتطلع حد علبة تسويقير بالنهار طيب دكتور خليني أسأل سؤال اليوم هالخلايا الجزعية اللي أخدناها من هالكوردون وباليكال طيب نقيتوا نظفتوا طلع لكم هالأدية كمية أو هالأدية الكواليتي منيحة مبعف كيف تقسموا أنت الكواليتي بيان تريب يان إكسلنا مبعف أدية طيب مين بيأكد لي ما نحنا بالنهاية هايدي خلايا مين بيضمن لي أنه أنا هالخلايا حتضل هي بزات الكواليتي لمدة 25 سنة وهل مظبوط أنه هالخلايا بتتكاتر أو أنتو بتكتروها حسب أنتو شو بدكن لا أول شي بالحرارة اللي بتنحفظ فيه ما في مجالة تتكاتر لأنه بتنحفظ على 186 درجة تحت الصفر اللي هي أوضى درجة قدر وصل لها الإنسان السؤال اللي كتير مظبوط شو اللي بيأكد لي أنه هالخلايا بتنحفظ لازم تعرفي وضام أنه البانكينج بصال له 20 سنة بيشي بأوروبا يعني صار دراسات على خلايا بعد 5 سنين بعد 10 سنين في دراسات بدل أنه بعد 19 سنة الخلايا بدل 95% مننا صالح من اللي تخزنت هلأ التكاتر بيصير بعدين بحال عزنا ونحن اللي بنعملوا عنا أنه ما منحط كل الخلايا بفرد بحال أنه لا سمح الله الأهل عايزوا لأنه بتعرفي إذا شلناهم ستتعرض كما يعملون يعني منهم فرد مرة فيهم يستعملون وما يستعملون شوفوا الكمية كل الكمية بيتزل حاله هالخلايا بس نشيلهم من هالحرارة ونرجع نعملهم تراتمون نحن بالمختبر نرجع من خليهم يتكسروا ومنوجههم محل اللي بدنا يا خلايا أعصاب يا خلايا قلب يا خلايا لا يكونوا بتعملوا يعني أنتو دكتور بتحفظوا وبتعاجوا بنفس الوقت هو الأفانتاج الكبير بالمركز الموجود اللي نحنا بنفتخر فيه يعني واخدنا على جائزة بدبي لأنه ما في تاني بالشارع الأوسط أنه وقت اللي كانوا الناس تحفظ خلاياها برا فترضي عازتها بقى نحاس الأحوالي كانوا بيعطوها هالخلايا بقولهم تفضلوا خدوا شو بدون يعملوا العالم نحنا سنت كامل متكامل يعني اليوم محلي موجود الخلايا موجود الترابي بحال نعازي الترابي خليني يتوقف مع فاصل دكتور عزار من بعده حفظ كمان بتفاصيل أخرى عن الطب التجديدي كمان لهالخلايا الجزعية حق أحكي كمان اليوم هل في أعرف إذا نقص من هالخلايا الجزعية تبعي هل فيه اتخذ منه لغير شخص أو يستعملوه لأشياء تجميلية أو لا بعد هذا الفاصل عودة للكم مشاهدينا حتى نتابع المجلة الصحية مع ضيفنا دكتور ألبير عزار بجعب رحي فيك من جديد دكتور ألبير حضرتك اختصاصي علوم إخبارية اليوم عم نحكي عن سليوسوش ستامسلز أو الخلايا الجزعية أو خلايا الأم مثل ما بيعرفوها المشاهدين اليوم عم نفوت حقيقة بالأمل للمستقبل لعلاجات جديدة رح تكون حقيقة فعالة حضرتك سبق وذكرت أن هي مش شافية مية بالمية ولكن هي بتحسن وضع المريض والأشخاص اللي خضعوا لهك يمكن علاجات بيعرفوا شو عم نحكي لأنه يمكن عشرة بالمية وخمسة بالمية للنسبة للمريض هي شيء كتير مهم إذا تحسن وضعه الصحي اليوم عم نحكي عن حفظ هالخلايا الجزعية حكينا أنه كانت محفظ بره اليوم صار فيه أنا شعص صار أنا بتنحفظ بلبنان صار فيه مصدقية أكتر صار فيه متابعة أكتر صار نعم نعرف وين محطوطين هل فينا نعرف إذا نقصوا هالخلايا الجزعية؟ هم بتحكي عن خلايا الجزعية للإنسان؟ لا المسحوبين من الكردون يلي بقيوا لهالولاد يلي نحفظه عند السنتر رجعت قلتلك أنا مدام أنه قبل فيه ريسورج واضحة أنه بعد تسعتاشر سنة 95% يلي بقيوا منه يبقى منه لهوي لا يعني أصدق إذا هالأد المريض أو مش المريض إذا الشخص هالأد بيحب يعرف تفاصيل وما عنده يمكن هالأد بسيئة بيحب كل فترة يتطمن عن هالسلولسوش لا في مشكلة هذا اللي بدي أنا عم شرب قد ما فيه تعخلي الناس يكسر عندها حقيقة لا في مشكلة بس بده يعرف أنه وقت لي عم بيطلب إجراء هالتاست عم بيخسر التوب من توباته يعني أنا وقت لي بدي أشيله إياهن لأرجع فرجية دبائي خلايا جزائية هيدا التوب لا يستعمل من جديد يعني يلي بيكون فيه مصدقية من البداية يمجي يكون فيه عمل يفي سيئة يفي سيئة وانت اليوم وقت كنت عم بتحط السيئة لمحل مجهول اليوم أنا عم بقلك السيئة موجودة هون ولو ما فيه سيئة انت بتعرفي اليوم ما فيه شركة تأمين بتفوت بكونترات تأمين لو انت اللي عم تشتغليه تعرفي شركة التأمين يعني اسا بتبرحش بالأمور اكتر بكتير من الاهل او من الناس صحيح بقى اليوم تتقدر تعمل كونترات تأمين بهال موضوع لو شركة تأمين منها اكيدة من كل الموضوع اللي عم بيصير ما بتعمل هايك كونترات ما بتصدر هايك بوليصة يعني ولازم تعرفي انه كل بوليصة خاصة لكل مريض يعني المريض بياخد بوليصته معه مش انه بوليصة عامة لكل المركز شو بدي غير المركز كل ضد الحريق هذا شي بيعنينا نحنا بس عم بحكي كمريض كمريضه اليوم اللي شوفينا نستعمل هالسلول سوش اللي ما بتاخد من الكودون قبيل كان عم بحكي عنه ولانه اليوم حلقتنا غير الاشياء المراضية يعني الامراض المزمنة وغيرها او الامراض السرطانية عم بينا حكي عن الطب التجديدة عم بينا حكي عن تجميل عم بينا حكي عن كتير امور واليوم شو الفرق بينها وبين الاشياء الصفون اللي ميشوفهم بالسوء يلي بخليها الجزعية وبين يلي نسمع انه في تيبيت صار تتخذها سلول سوش وتوضع كله اللي يفسرنا على الدكتور اول شي ماذا بدأيلك شغلة كتير مهمة خلينا نتفي من ما يكون تكون القصة واضحة خلايا الكوردون بالمراكز اللي بتحترح محولها لا تستعمل إلا للمخزنين من الكوردون خلينا نكون واضحين لانه استعمال الخلايا الكوردون هو غير اخلاقي بغير اهليته في مصادر للخلايا الجزعية لازم نعرف الخلية الجزعية موجودة عند الانسان من وقت اللي بيخلق لوقت اللي بيموت بس طبيعي كل ما بيتقدم بالعمر كل ما عدد هالخلايا بينقص مش هناك الكوردون هو اكبر مصدر الخلايا اليوم بكل العلاجات اللي عم نستعملها عم ناخدها من الانسان نفسه هو الأدول نعم فيه ثلاث مصادر كتير مهمة للخلايا الجزعية الدهون الدهون هي مصدر كتير مهم للخلايا الجزعية الدم العادي مثل ما بنسحب بلاكات بس اكيد عقوية الخاصة واكيد نخاع العظمي من قلب العظم هوني المصادر اللي نحنا بنستعملهم تنقدر نعالج أي شخص جاي بأي مرض ما طالب انه يعالجه اوكي يعني بس لان تكون واضحين طبعا انا حبت لان تنواب لا لانه ما العالم بهمني كتير الاخلاقية وخاصة انه نحنا محلي بنشتغل عنا شي لجنة اسمه لجنة اخلاقيات حدركم صرحتو كمان ان ما بتتعملوا بالامبريون يعني البخلية الجزعية ابدا ابدا وعنا لجنة اخلاقيات هي اللي بتسمح لنا او ما بتسمح لنا نعمل طيب دكتور سؤال لطالما نحنا عنا هيدا المخزون بالنخاع العظمي اوكي في عنا عمر معين بتخيلها نبلش بس كلمة منكبر كلمة منكون عم نخسر من قيمة هالخلية الجزعية الموجودة عنا اليوم فينا بعمر معين مثلا قرر انه انا اسحب من هالخلية الجزعية اللي عندي اللي بيخدها من حالي واحفظها لأ بركي رجعت استعملتها انا بعد مرحلة او عزتها في حياتي كتير مزبوط هيدا عم بتصير كتير بكتير بلدان عم بتصير في ناس انه بدنا نخلي الخلية الجزعية لانه يمكن نعرض لمرض معين او كذا انه ما بدي باللحظة زيتا يكون عندي اكيد فينا متل ما منحفظ الخلية للويت فينا نحفظها للأدول بس نرجع نتفي على قصة العلاجات انه اليوم مريض بيجي بيقول انا عندي مرض اكس شو معقول الخلية الجزعية تعطيني نتيجة هلا هون متل ما حكينا انه المرأة الحبلة كي بيصير الستيبات معا هون كمان في كذا مرحلة نيجي نحنا منطلب من المريض اذا عنده ملف طب مي كامل متكامل برجع بقول نقطة كتير مهمة الخلية الجزعية منها طب بديل خلية الجزعية بتدخل على الخط وقت الطب العادة وصل لحات مسدود يعني نحنا منا طب عشاب او شي بديل عن شي نحنا منوصل وقت المريض بيكون قاله حكيمه انا خلاص ما بقدر امشي منشوف هالملف الطب بيندرس من جروب حكمة متخصصين حسب الاختصاص المرض اللي جاي نعم منشوف وضعيته اذا الملف كامل كان به منه كامل بنطلب بحوصات زيادة على اساسه بنحكي مع الشخص انه لاي مدى الخلية الجزعية قدرة تعطي نتيجة او لا وكل الخطوة بدي تنقام فيها هو بيكونها اطلاع فيها وبيكون نحنا ويا ما دين ورقة عارف انه بدين عمل هاك وهاك 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 كله بشكل كتير واضح وشكل خلي نكون صريحة اليوم هالمركز اليوم يلي صار فينا نخزن بلبنان وصار كتير اهيان على السيدة وصار في مصدقية اكبر وثئة اكتر وصارت المسافة كتير قريبة واذا عاستيون ممكن يكونوا بنوعية جيدة اكتر من انك تبعتين لمطرح كتير كبير اليوم شو بيقدر يعلاج السنتر عندكم كل انواع اللي عم نحكينا عنا الامراض برجع بقول لانه نحنا ما بدنا نبيع واهم نبيع بدنا نحكي عن حقيقة نحكي عن علاجات العولات كل البروتوكولات اللي صار معترف فيها عالميا نحنا عم نشتغل برجع بقول فاتحين نحنا لانه نحنا عنا تعاون مع الجامعة اللبنانية هذا شيء نفتخر فيه الجامعة اللبنانية تتعاون مع مركز يعني بده يكون علمي مش مركز تجاري عفتحين مجال ابحاص بكذا دومان هاو دي ابحاص وهيدا كمان شيء بشرف البلد لانه نحنا كل عمرنا هالبلد كان بالموضوع الطبي منارة نحنا نتأمل انه يكون منارة رغم كل الاوضاع اللي عم نعيش فيها لكن كل البروتوكولات العالميا معترف فيها وعن بنشغل عليها نحنا ابدأت فيها وقدرين نشتغل اليوم نحنا بنعرف انه كل لابوراتور فيه تقنيين ومتخصصين اليوم حيكون بيه قصة ستم سيلز فيه متخصصين اكتر لهيدا المجال بس بالذات اكيد اكيد ما نحنا اخر شيء المشروع انت بتعرف بس يقوم العنصر الانسان فيه هو اهم عنصر المال بيتأمن والاويل بيتأمن واللوكيشن تأمن بس بدك النوهاو يا بدك الشخص اللي بيعرف يشتغل ونحنا الاكيب اللي عنا كلهم كانوا بعدهم عم بيعملوا البيئة جديدة معهم بفرنسا عم بيشتغلوا في فرنسا وقت اللي قدرنا نفوت بالمشروع بعتنا وراهن قبل ما يخلصوا صار امدى كونترايات معهم حتى السماء كانوا كانوا مرتبطين بعدهم برا وهون كان الانسان وعلى المعرفة اللي عنا اياها وحقيقة عنا اكيب بنفتخر فيه من اللي هو مستلم اللابوراتور اللي هو اذا بدك هو الجهاز العصبي طبعا المشروع لانه هو اللي بده يطلع الخلية متل ما لازم تطلع متل ما الحكيم المتخصص بده اياها تترجع تنعطى للشخص بوضعية معينة حسب شو المرض طيب اسمح لي اسألك هذا السؤال كمان توضيحي للمشاهدين لانه في هدف انه عن جد يكون هايدا الثيئة الواضحة بينكم وبين الاشخاص يلي بده طالبو او طالبو ان يكون ينسحب هالكوردن اوبليكال هالخليل جزعية منو اليوم احنا بنعرف اذا احنا عملنا فاحص بول اوقات اوقات تطلع النتيجة غير متطابقة او اذا عدنا مثلا بزيات اللابوراتور او بطلع عنا مثلا انفكسيون اوقات مجرع منعيد وما بيطلع فيها انفكسيون اليوم قديش شغلين على قصة الايجيان حفاظا على هالكمية او هالنوعية السلوسوش تبضل عن جد نظيفة اول شي بدي ديك شغلي نحنا المركز تبعنا كله معمول على مستوى اكريديتيشن اوروبية وامريكانية نعم واشرف على هالمشروع شركة اسمها الاباف اللي هي ما بتسمح باي شغلي منو مطابقة وقلت قبل انا انو نحنا بكل خطوة بنعملها عنا شي اسمه كواليتي كنترول هالكواليتي كنترول خاض على امور معينة لمجال نهائيا للتهاون فيها يعني حتى لو المريض جاي ومقتنع وطلعت الخلايا غير صالحة نوصل نحنا المريض لمحال انو هالخلايا ما حتعطيك النتيج نحنا بالنسبة لقلنا البريوريتي الكبيرة هي السيفتي تبع المريض انو المريض يكون عم بيتعالج بكل بكل ضمير وبكل دقة وياخد نتيجة مش جايه ليكون عم بيتعالج يطلع بي نتيجة عكسية وهيدا بقدر قلك وجودنا كمان من ضمن مستشفى كبيرة هيدا بتعطي بتعطي السئة للمريض انو اليوم موجود هو بنضمن اطار كبيرة انا مني فاتح مركز متوغزيني متى 3-4 مركز التجميل اللي بتعرف شو قصصهم اللي بيقلك بيشتغل شو مكان وشفنا شو طلع يعني في ناس حتى حتى ماما عم لا لقى بحكيم ولا لقى بحكيم هيدا نحنا اللي ما بنرضاه نحنا عنا اسيمة مش هدلة نحنا عم نشتغل اليوم ومن هون من هالمنبر انا بحية نقابط الاطبه ووزير الصحة وقل بوفيعور عم نشتغل مع كمان مع دكتور مجداليني بشان نقدر نحط قانون للخلية الجزعية بلبنان لا ما في قانون لانو مين مكان عم بيشتغل شو مكان بعدك انت عم بتقوليلي انو صار كريم بيقولولك صار فيك شو مك هيا خلايا جزعية برهنة الايام انو هيدا كله كذب هيدا دعاية عم تستعمل تتندفع اغلب كتير من ما هي لازم تندفع بس وصول للخلايا الجزعية هي تكنية كتير معقدة ما بيكفي كون عندي الايلي بدي كون عندي هالشخص اللي وراها اللي عم بيعرف يشتغل علي فيه كمية معين بتقدروا تحفظوها توصلوا لمرحلة خلاص ما بتقدروا بقى تخزنو او لا مش هاك السيستان نا هلا هو السيستان التخزين برجع بقلك متل بانك بس بانك على مية وستة وثمانين درجة تحت الصفر طبيعي انا عامل هالقوضة اليوم بتساع 8000 عينا انو بس تخلص استعاب حكما انا عندي باك اب محال تاني اعمل قد ايا ما في اي ما في هيدا ما اكيد ما حيكون حدود للا خليني شوائج على الكوردون اوبليكال بي لحزة الولادة لما بيخلق الطفل وخلاص بيتاخد وهون بيصير الشغل لسحب هالخلية الجزعية او قاب تتفاجؤ انو ما بيطلع لكون كمية ايه مظبوط هالكلام يعني اوقات منكون منتظرين الكمية اكتر من ما بدنا مشان هيك نحنا كتير عم نتعاطى مع الحكمة وحتى الحكمة عم بتجاوبوا معنا كتير انو اوقات بيكون الحكيم ما عندو خبرة بها الموضوع عم نبعد تكنيسيا من عنا هو يعمل البريليف ما ومشان انو ميروحوا نزعام هالخلية هالي موجودين بس بتكون طريقة السحب هنا مظبوطة بس بشو مكان يكون نحنا منكون نطرين عدد خلية معاينة اذا طلعت اقل من العاضي نحنا منحكي مع الاهل ونحنا منكون عند رأيهم اذا بيقولوا لا نحنا بهاي كمية ما بدنا نخزنها ما في شك انو العقد اللي بيننا وبينهم بيلحظ هالشي في قسم كبير من مصرياتهم بيرعولون اكيد بينشار التكاليف اللي نحنا تكلفنا فيها اذا هالي بيقولوا لا نحنا بهاي كمية بدنا نخزنها بيصير تخزينهم يعني اوقات تتفاجأ انو ما في كمية ما بقى كمية ما انسحب كمية مظبوط لعن طريقة السحب اوقات ما بتكون سليمة هو ضروري تنسحب اثناء الولادة وفي نقص الكردون ويتخذ كله ينسحب عندكم لا لا بده بوقت الولادة لازم بوقت الولادة السحب رح انتقل لاخر فقرة ليهي طبب نفسك ونصايح نعطيها للمشاهدين حول هيدا الموضوع والتوعية لا ديش هيد نعمة يمكن ربنا خلقها معنا لحتى يمكن تسعبنا بالمستقبل اذا لا سموح الله صار عنا اي مشاكل مراضية اليوم بتخيل بهالفقرة ما فيوني طببو نفسهم قد ما فيوني ثقفو نفسهم بيها المعلومات اليوم حضرتك حكيتها دكتور هي اهمية هالخيارة الجزعية مسحوبة من الكردون وباليكال يلي اذا ما عرفنا عنا قبل الولادة ما منلحق اننا نعملها بعد الولادة بكون نخسرنا هالأمل للمستقبل علاجة وامراض مزمين شو بدك تقول لوني المشاهدين انا بدي اقول كلمة قلت بالاول انه نحنا عنا كنز بجسمنا ما نعم نعرف ايمته يمكن كتير مننا هلا عم يسمع منه بقى بيوضع لا الانجيب ولا يكون عنده اولاد يقول اف انا راحت علي لا ما راحت علي لانه الكنز موجود فينا والخلايا الجزعية عم تعطي نتائج كتير حلوة بامور غير قصة الامراض اليوم اليوم فوق 80 مرض الخلايا عم تعطي عم تعطي كتير نتائج حلوة بالحروقات عم تعطي نتائج وقت لي بيكون مريض معه سكري وعم بنجبر نبتر له اجره وما بتعود تسكر بالهين فيه نتائج مزهلة عم تعطي نتائج بالطب التجميلة صحيح وكتير عم تعطي نتائج جدا نتائج لانه الكمية اللي بتنحقن هي قليلة وهيدي مش متل المواد الاصطناعية اللي بعد 30 شهر بالضبط الموجودة لا هيا عم ترجع تحيا خلايا وارزال انا بقول لاي شخص انه انا ما بطلب منه هلا يصير مقتنع بالخلايا الجزعية انا بطلب منه بس يفوت ويقرأ ويشوف شو هي الخلايا الجزعية وشو هالنعمة اللي الله عطانا ياها ورجع الله عطى العقل للانسان لانه بعد كزا سنة يقول انه يا عمي انا عندي شي عالج نفسي فيه من نفسي يعني صحيح الاهم شغلة فيها انه ما في شي غريب عم بيفوت عالجسم عم بيتاخد من الشخص وعم بينعطاه ذات شي عندي سؤالة بالما اختم دكتور لما اذا انا قررت ان اصحب من حالي لخزن هيدا شي بيأثر شي على صحته ابدا 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 بالعكس متل ما كان عندنا مفهوم الناس انه ما بتتبرع بالدم كل الدراسات بتدل انه بالعكس تبرع بالدم بيحسن الدورة الدموية الخلايا الجزعية ما سناخد منها عم نحرك اعادة كل باقي الخلايات ما فيها اي خطر ابدا لازم نعرف الخلايا الجزعية فيها تعطي نتيجة خمسين وستين وسبعين بالمئة واربعين بالمئة بس لي اكيد منه لا محال ما معقول الضر الخلايا الجزعية وبتاخده كمية يعني مقبول يعني فيه عدد تقدر تخده بس ما هي حسب الوضعية حسب المريض وشو المرض مدروسة بين جروب حكمه اديش عدد الخلايا لازم ترحقن وين موقع حقنا اكيد اذا المرض بالكبد ترحقن بالكبد اذا المرض عصبي بالوضع تحسب وين الموقع شكرا لقلك دكتور البر عزار يعطيكم الف عافية حلو هيك بس تكون حلقة غنية بالامل وخاصة بامراض نحنا منعاني منا بحياتنا اليومية وما في حدا فقراص وخايمة ديش حلو انك تلاقي فيه هيك مثل خلاص لقلك بعد فترة من العمر تقدر تستعين فيها لحتى ترجع تعيش على قليلة حياة مقبولة مش ضروري الا نشفى مية بالمية لبعض الامراض والمشاكل ولكن من بمقابل في كتير من المشاكل عم نحلها بالخلايا الجزعية شكرا لقلك انا بدي اشكرك كتير على هالحلقة وبدي بس انهي بجملة ان الخلايا الجزعية هي اعادة الامل حيث لم يعود هناك امل صحيح شكرا لقلك شكرا لقلك مشاهدينا لهم تنتهي حلقتنا عبد اذكركم يكون فيكم توصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج موعدنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد الله معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة